أفرضكم بأن العلماء اكتشفوا أن باقي الفيراش عاشت مع الضيناتورات قبل من 100 مليون سنة واكتشفوا أيضا أن هذه الحشرة تتطورت قبل 50 مليون سنة من تطور الخفافيش ويعتقدوا أنها كانت الحاضنة الأولى لباقي الفيراش فريق البحر العلمي اللي وصل لهذه النتائج منذ أكثر من 15 لعاب في جمال العينات من المواقع البرية والمتاحف حول العالم والكهوف الإفريقية والمول الحضارات وحتى أعشاش الطيور في آثيا وبناء على هذه النتائج القول الخبراء أن التاريخ التطوري للحشرة تباقي الفيراش أكثر تعقيدا هذه معلومة صغيرة نفيدها في القاملة ذي المعلومات ديالك ما تنسوناش بجام وخلونا رأيكم حول هذه الحشرة القديمة ولأعرف شي معلومة عليها خلينا في التعليقات